اينما كنتم مشاهدي الكرام لكم خالص التحايا العطرة وصباحات الخير المشرقة لكم فردا فردا ونحن من خلال برنامج قهوة الصباح نواصل مشوار الصباحي وهذا التطواف أيضا من برنامجنا والحديث القادم سيكون عن مركز رعاية الطفولة التابع للمديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية هذا المركز الذي تم فتاحه مجاهدين الكرام في 14 فبراير من عام 2011 سنتحدث عن كل التفاصيل والخدمات المقدمة في هذا المركز بوجود الأستاذ صلاح بن مصبح الديهني رئيس قسم البرامج والتدريب بمركز رعاية الطفولة مرحبا بك سهلا أستاذ صلاح وأنا سعيدا جدا بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح أهلا وسهلا أستاذ صلاح شربنا بالحضور هنا إزاكم الله قير على هذه الدعاة الطيبة وأهلا وسهلا بالمتابعين الكرام عبر تلفزيون سلطانة عمان برنامج قهوة الصباح أهلا وسهلا بك مرة أخرى أستاذ صلاح يعني كما نعلم أن هذا المركز أيضا يستقبل فئات معينة من الأطفال والآن نعرف المشاهد الكريم على مركز رعاية الطفولة وأيضا رؤية المستقبلية نعم بداية طبعا مركز رعاية الطفولة بالخوطة يتبع المديرية العامة للتنمية الأسرية وبوزارة التنمية الاجتماعية طبعا يرعى الأطفال اللي يتاموا من في حكمهم استنادا على قانون الطفل الصادر في المرسوم السلطاني رقم 22 على 2014 ولائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 125 على 2019 والذي حدد منه هي الفئات التي يرعاها المركز طبعا الفئات التي يستقبلها المركز هي فئات الأطفال المولودين داخل السلطنة من أبوين مجهولين والأطفال المولودين داخل السلطنة من أب مجهول وأم عمانية وكذلك الأطفال المولودين خارج السلطنة من أم عمانية وأب مجهول وكذلك الأطفال فاقدين الرعاية الأسرية والمحرومين من الرعاية حتى من درجة الأقارب حتى الدرجة الرابعة هؤلاء هي الفئات التي يستقبلها المركز طبعا المركز يعمل بنظام قرى الأطفال العالمية الاسوأس طبعا هذا نظام عالمي اللي هو إيجاع الأسرة بديلة لهؤلاء الأطفال بديلة للأسر الطبيعية المحرومين هم منها فطبعا أهم مكونات هذا النظام هو الأطفال والأم والمنزل والحي طبعا الأطفال هم مجموعة من الأطفال بمختلف الأعمار ومختلف الفئات يعيشون في بيت واحد تقوم برعايتهم أم بديلة هذه الأم تشرف على تقديم الرعاية والخدمة لهم كذلك المجموعة من الأطفال مثل ما ذكرنا أنهم مختلفين في الأعمار المنزل يوجد لدينا تقريبا 33 منزل حاليا المستخدمين مننا حاليا 24 منزل فقط تشرف على هذه المنازل 24 هم موجودة في هذا المنزل طبعا هذه البيوت كلها عبارة عن حي نسميه حي في هذا الوسط المجتمعي جميل طيب استصلاح أنا ذكرت وأسلفت أيضا في حديث قبل قليل للمشاهد الكريم أن هذا المركز تم افتاحه فيه 14 فبراع من العام 2011 وما يزال يواصل مشوار ما شاء الله فما هي أبرز الأهداف والتطلعات التي تسعى وزارة التنمية والاجتماعية لتحقيقها من خلال أساسا إقامتها لهذا المركز نعم طبعا الأهداف التي تسعى وزارة التنمية لتحقيقها من خلال هذا المركز هي إيقاد أسر بديلة لهؤلاء الأطفال تقديم الرعاية الكاملة لهم تمكينهم للعيش وفق تعاليم بدين الحنيف وثقافة المجتمع العماني كذلك إدماجهم في المجتمع نفس الشيء المركز يتيح من أهداف الوزارة أن تسعى الوزارة إلى إشراك المجتمع في تقديم الرعاية لهؤلاء أو المساهمة في البرامج والأمور المقدمة لهم من خلال مثلا أدت برامج منها الكفالة طبعا إذا بنتكلم لاحقا عن الكفالة ممكن نتكلم نفس الشيء عن الاحتضان كذلك التي هي التبرع لهؤلاء الأطفال كذلك نفس الشيء التطوع خدمة التطوع للمجتمع المؤسسات الأفراد يقدروا يقدموا خدمة التطوع داخل هذا المركز نعم طيب أستاذ صلاح بما أنك أنت رئيس أيضا قسم البرامج والتدريب بمركز رعاية الطفولة هنا نتحدث أكثر عن المرافق وأيضا البرامج التي تقدم لهذه الفئة في هذا المركز نعم ممتاز بالنسبة للمرافق الموجودة أستاذ حوراء في المركز طبعا أدت مرافق قدمية تقدم الخدمة لهؤلاء الأطفال وتساعد على تنفيذ البرامج منها إذا قينا مبنى الإدارة الموجود بداخل هذا المركز يوجد لدينا كذلك مسجد داخل المركز عندنا مسرحين المسرح مفتوح ومسرح مغلق لأقامة الفعاليات والبرامج والاحتفالات وغيرها كذلك يوجد لدينا عيادة ومكتبة وحضانة نفس الشيء عندنا صالة جيم رياضية مقهزة بكافة الاحتياجات لممارسة الأطفال للرياضات المختلفة كذلك يوجد لدينا مركز التدريب لتنمية المهارات يعمل على تقديم برامج متنوعة مثل الحدادة والنقارة وكذلك الخياطة تعليم الخياطة والمشغولات اليدوية وعادة التدوير كذلك يوجد في كل مربع حدائق مفتوحة لترفيهية في فترة المساء يخرج الأطفال للتنزه والترفيه بضبط مثل ما يشعبين أساسا على الشاشة ما شاء الله مرافق بالخدمات الموجودة أساسا داخل هذا المركز نعم بشكل عام أيضا استصلاح حتى أيام الجامعة كنا نذكر هناك ربما فعاليات ومناشط وبرامج جدا جميلة ورائعة وخاصة في أيام المناسبات سواء كانت المناسبات الوطنية أو الاجتماعية والدينية أيضا كذلك تقام أيضا داخل نطاق هذا المركز من باب حتى أنت ذكرت قبل قليل يعني تطوع من أفراد المجتمع داخل إطار هذا المركز جميل أن نتحدث عن هذه النقطة التحديدة طبعا المركز يحتفل بعدة احتفالات سواء مثل ما نقول داخلية أو خارقية ونفس الشيء على المستوى العالم الإسلامي أو العربي فمن عندنا نفس الشيء مثل الاحتفالات الوطنية الاحتفال بالعيد الوطني كل سنة نحتفل داخل المركز بإقامة العيد الوطني وكذلك الاحتفال بيوم اليتيم العربي الذي يصادف أول جمعة من شهر إبريل كل سنة وكذلك الاحتفال بيوم اليتيم الإسلامي الذي يصادف 15 رمضان من كل سنة شميل طيب أستاذ هنا نتحدث أيضا عن موضوع آخر نظام احتضان الأطفال لو أيضا يعني نعرف المشاهد الكريم على هذه الآلية نعم ممتاز طبعا نظمت لائحة تنفيذية لقانون الطفل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 125 على 2019 نظمت عملية الاحتضان للأسر في الباب الرابع طبعا شمال عدة قوانب من ضمنها الشروط الاحتضان وكيف آلية الاحتضان طبعا نستطيع أن نذكر هنا ما هي شروط الاحتضان مقدم الطلب الاحتضان ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر لدى هذه الأسرة أو المواطنة طبعا هو يحق للأسرة أو المواطنة طبعا أن يكون من المنسية العمانية وكذلك مسلمين كذلك العمار من عمر 25 إلى عمر 49 سنة أن يكون حسني السيرة والسلوك كذلك أن يكون قادرين على تقديم الرعاية لهؤلاء الأطفال المحتضانين الذي سوف يحتضنوهم وأخيرا هو خلوهم من الأمراض المعدية والمزمنة هذه هي الاشتراطات طبعا ينظم هذا العمل دائرة شؤون الطفل بالمدير العام للتنمية الأسرية هم من يقومون بتنظيم عملية الاحتضان وذلك بعد نفس الشيء موافقة سعادة الوكيل على طلب الاحتضان في الخطوة الأخيرة طبعا نحن كمركز رعاية الطفولة يتم رسال الموافقة لنا لتسليم الأسرة وفق استمارات معينة تنظم هذا القانب جميل هذا فيما يتعلق بالاحتضاء واشتراطات ولكن هناك مصطلع يتردد وهو الأمة البديلة هل هناك ربما ايضا اشتراطات أخرى يجب أن تتميز وتتوافر فيما يتعلق بهذا الأمر لنيل أساسا هذا الشرف العظيم نعم جميل بالنسبة للأمة البديلة مثل ما ذكرنا في بداية اللقاء الأمة البديلة هي أحد مكونات النظام الذي نعمل عليه وهي تكون الأساسا هي المحور الأساسي لتقديم الخدمة وهي صاحبة التواصل المباشر مع الطفل فيجب أن تتوافر عدة شروط طبعا نحن يتم الإعلان عن هذه الوظيفة بعقود مؤقتة يتم استقبال الطلبات يتم دراستها من قبل المختصين لدينا تتم مقابلة الأمهات يجب أن يتم وضع شروط معينة لهذه الوظيفة من ضمن الشروط نستطيع أن نذكرها الآن العمر تراوح العمر الأمة البديلة من 26 سنة إلى 40 سنة كذلك أقل مؤهل دراسي يجب أن يكون الثانوية عامة فما فوق كذلك يفضل من لديها الخبرة في المجال الاجتماعي أو المجال التربوي أو المجال التطوعي هذه من أبرز الشروط بعد ما يتم المقابلة واختيار الأمهات يتم إلحاقه هنا بدورة تدريبية لمدة شهر هذه الدورة التدريبية تشمل على جميع القوانب التي يمكن أن تتلقاها الأم البديلة المرشحة تقديم الرعاية تشمل جميع القوانب الدينية والثقافية والتعليمية والصحية وغيرها من القوانب التي يمكن أن تتلقاها ثم يتم فرز في الأخير من المرشحات للبدء في هذه العملية طبعا المسمى بعد ما تلتحق بالوظيفة تكون مسمى خالة بديلة طبعا نحن عند نظام الأم البديلة والخالة البديلة الأم البديلة هي تقوم برعاية الأطفال ثم تخرج إلى إيجازة لمدة معينة يحل محلها الخالة البديلة لاستمرارية عملية الرعاية فهي الأم البديلة بعد ما تلتحق بالوظيفة تكون خالة لمدة معينة ثم يقيس المختصين لدينا مدى تمكنها من أن تصبح أم بديلة جميل طيب بالنسبة أيضا للمراهقين أكيد هذا المركز أيضا يشمل جميع الفئات العمرية هنا نتحدث عن الأطفال ولكن المركز كيف يتعامل أيضا مع فئات المراهقين طبعا فئات المراهقين طبعا هي فئة معروفة لدى الجميع في الجانب الاجتماعي وما الذي يمر للشخص أو الشاب في هذه المرأة على التطورات التي تحدث لديه طبعا نحن نقوم برعاية الأطفال منذ الصغر بعض الأحيان الأطفال من عمر أشهر يكونوا معنا لحد فترة معينة احنا خلاص الاعتبارات الدينية واعتبارات شرعية ما ممكن أنهم يكونوا داخل المركز فننقلهم إلى خارج المركز فيما يسمى ببيوت دماغ الشباب طبعا بيوت دماغ الشباب هذه تابعة للمركز في مؤسسة تتبع المركز طبعا هي عبارة عن بيوت مستقرة يشرف عليها أب بديل مثل ما عندنا في المركز أم بديلة في البيوت الشباب يكون أب بديل لا بالبديل هو يكون المشرف المباشر على هؤلاء الشباب في بيوت دماغ الشباب طبعا برامجهم تكون برامج مختلفة ومختصة لتقديمها لهؤلاء الشباب في البيوت حاليا يوقد لدينا في بيوت دماغ الشباب ما يقارب 64 شاب طبعا من ضمن البرامج التي نهتم فيها برامج الرعاية اللاحقة لتمكين هؤلاء الشباب وكيف نقول تحسينهم أو تهيئتهم لكي يكونوا قادرين على الاستقلال والاندماج في المجتمع هذا فيما تعلق بالمراهقين ولكن عودة الأطفال كيف يتم أيضا تمكينهم كيف يمكن فعلا دمجهم أيضا في المجتمع برامج الدمج طبعا مختلفة كيف نحن ممكن طبعا هؤلاء الأطفال من أهم الخطوات التي قمنا فيها منح هؤلاء الأطفال الاسم الكامل والقبيلة هذا من ضمن أهم القوانب التي نركزنا عليها لدمج هؤلاء الأطفال وعدم تمييزهم عن باقة أطفال المجتمع كذلك تنمية مهاراتهم اكتشافها تطويرها إشراكهم في المسابقات الداخلية والخارقية كذلك إشراكهم في المجتمع مثلا في أعمال التطوعية المسابقات الجولات السياحية الجولات السياحية نعم تدخل من ضمنها البرامج الترفيهية المقدمة لهم هذا كلها تحت القانب الذي هو كيف ممكن أن نمكن هؤلاء الأطفال من أنهم يكونوا قادرين على أن يندمجوا في المجتمع جميل يعني من خلال حديث تعرفنا أن مركز رعاية الطفولة يقدم العديد من البرامج وأيضا الورش التدريبية لهذه الفئة ويحق أيضا لهذه الفئة المشاركة في مختلف البرامج وأيضا المحافل المحلية والدولية هنا نتحدث أيضا عن خططكم المستقبلية بإذن الله من ضمن الخطط المستقبلية نعمل على تطوير الخدمات التي تقدم لهؤلاء الأطفال في المركز كذلك تحسين المعايير التي يتم فيها قبول مقدمي الخدمة كذلك نعمل الآن على إنشاء نادي للابتكار داخل المركز هذا النادي طبعا يضم مختلف القوانب على أساس الأطفال يتمكنوا من تطوير مهاراتهم وتطوير قدراتهم في هذا القانب من الابتكار كذلك نسعى إلى زيادة المشاركات الشباب أو الفتيات في المسابقات طبعا على مستوى السلطنة أو المستوى الخارجي الحمد لله حققنا عدة إنجازات في هذا المقال المشاركات الخارجية من ضمنها في القانب الرياضي حقق لدينا أحد الشباب في مقال الدراجات الهوائية عدة مشاركات كانت له أكثر من خمس مشاركات خارجية على مستوى إقليم وعلى مستوى العربي وحصل على قوائز ما شاء الله متقدمة في هذا المقال كذلك حصل علينا عندنا فريق تطوع كان اسمه فريق صوارة كان مشاركين فيه من أطفال المركز حصلوا على كاس العالم في التصوير في ألمانيا كان في سنة 2018 كذلك حققت أحد الشابات لدينا في بطولة في لبنان كانت أقيمة حققت نفس الشيء إنجاز حصولها على ميدالية برونزية في ألعاب القوى الحمد لله نحن نسعى أن نطور هذه المشاركات ويكون تمكنين على أساس أنهم يكونوا نفس الشيء الأطفال يشوفوا أي شيء إنجازات اللي حققناها في المستقبل شكرا لك وشكرا أيضا على كل هذه الجهود المقدمة حقيقة من قبل المركز الأستاذ صلاح بن مصبح الديهني رئيس قسم البرامج والتدريب بمركز رعاية الطفولة التابعة للمديري العام للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية شكرا لكم إذن مشاهد الكرام ما زلنا معكم في برنامج قهوة الصباح محطات مختلفة ومستمرة أيضا في برنامجنا والتقرير القادم سيكون عن شرب الماء صباح شخصيا حريص جدا على ذلك ماذا فيما يتعلق طبعا ضروري جدا الماء شريان الحياة دائما سنتابع المشاهد الكرام وبعدها لنعود أخبركم اشتركوا في القناة